طيب دكتور في بعض الدول رجعت مرة أخرى لفكرة الاتمام بارتداء الكمامات شايف أنه دلوقتي لازم أو أفضل أن نحن نرجع نلبس الكمامات مرة تانية ولا لسه يعني الوضع مش محتاج طيب منظمة الصحة العالمية بتدي معلومات للدول علشان تقدر تاخد الإجراءات اللي تتناسب مع الحالة الوبائية اللي موجودة فيها وعشان كده المعلومات هي الأساس اللي بيخلينا نتخذ الإجراءات لكن لازم نكون عندنا برضو بعض الوسائل الوقاية الشخصية يعني كورونا علمتنا أنه غسيل الإيدين مفيد وأن احنا فعلا بمجرد أن احنا نغسل إيدين مرات متكررة وخاصة إذا كنا بنتلامس مع أسطح ناس كتير تعاملت معها ده بيساعد الحد جميع موضوع كحة والعطس وأن الواحد يخرج إفرازات منه لازم ده يعمله في منديل ورقي وتخلص بينه بشكل يعني آمن يعني مش معقول أبدا أكون أنا عندي أعراض تنفسية أو أن أنا عيان وعد كحة وعطس فلوص الناس من غير مراعاة أنه أنا ممكن أكون مصدر عدوى لي كمان لازم الناس ما تتواجدش في الأماكن المغلاقة غير جيدة تهوية بشكل كبير ودولة الحقيقة ساعدت على الحكاية دي بتحول الرقم لأنه أصبح دلوقتي ممكن أي واحد يحصل على الخدمات اللي هو عايزها من غير ما يوصل أو يروح للأماكن اللي بتقدم الخدمات ده ده طبعا مش شيء مهام موضوع الكمامات بقى لازم أي شخص عيان يعني مصاب بأمراض تنفسية المفروض أن يلبس كمان لأنه هو بيتعامل مع ناس يعني مش معقول أبدا أكون أنا مصدر عدوى وهمشي قعدي كل اللي حوالي سواء في بيتي أو حتى بر وأي واحد مريض بيعاني من أعراض تنفسية يفضل أنه هو ياخد أجازق يعني ما يروحش الشغل هو عيان وبرضو في نفس الوقت إذا اضطر أنه هو يكون موجود في مكان يعني فيه أعداد كبيرة لا لازم يلبس كمان الأشخاص الأصحاء برضو نفس الحكاية لو أنا موجود في مكان مغلق وغير جيد التهوية ألبس كمان لكن فرض الكمامة بيعتمد على الحالة الوبائية أو الأعداد اللي موجودة لو لقينا أن أعداد فيه فعلا أعداد كبيرة لا طبعا يفضل أن نحن نلبس كمانة